اسمحولي النهاردة في بداية حلقتنا أتكلم عن المبادرة العظيمة اللي أطلقها البنك الزراعي المصري المبادرة دي شملت حوالي 328 ألف مزارع وأسقطت مديونيات تصل إلى 6.3 مليار جنيه منها 3.9 مليار جنيه أصل مديونية و 2.4 مديونيات متركمة مبادرة أزاحة الهم عن كاهل الكثير من المزارعين في مصر المزارعين المتعسرين في سداد المديونيات لصالح البنك الزراعي اللي همني دلوقتي أن أنا أتكلم عن فئة من عملاء البنك الزراعي لم تشملهم هذه المبادرة الناس اللي أنا بتكلم عليهم كانوا ملتزمين في السداد وبالتالي لم يكونوا متعسرين وبالتالي لم تشملهم هذه المبادرة بعضهم تعصر وطالب بأنه يدخل في هذه المبادرة العظيمة كلمنا السيد علاء فاروق رئيس البنك الزراعي المصري الراجل بدون تردد أعلن إمكانية هيكلة مديونية هؤلاء العملاء اللي كانوا ملتزمين وتعصروا بحيث أن ممكن أقصتهم تبقى قل ومدة السداد أطول ولكن بعد دراسة كل حالة على حدة يعني مش كل حد هيطالب أنه يدخل في المبادرة هندخله في حالات هندرسها كل حالة بحالتها واللي هتوافق مع الشراطات البنك ويتأكد البنك من تعصره بالفعل هيتم دخوله هذه المبادرة اللي أنا بعتبرها جديدة هنعيد هيكلة الديون هنقلل قيمة القصد وهنزود مدد السداد إذن هي مبادرة عظيمة جدا من السيد علاء فاروق رئيس البنك أزرعي نشكرك بالفعل